فوق الخط الأحمر مع مقداد لحميدان أحبتي المشاهدين الكرامين ما كنتم أسعد الله ومساكم بكل الخير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة فوق الخط الأحمر العراقي يذرف الدمعة ويعاني منذ سنين ويبحث عن حكومة وطنية فعلا لكن للأسف كلما نأمل بحكومة تكون الاستهدافات عليها من كل النواحي اليوم نحن بعد ما نريد نتحدث عن حكومات وطنية لكن نتحدث عن قادم الأيام عسى ولعل أن الكتل السياسية تخرج لنا حكومة وطنية فعلا بعيدا عن التحذبات وهذا من المستحيل بل من المحال أيضا لأن جميع الكتل السياسية تبحث عن مصالحها الخاصة قبل مصالح العراق وقبل المصالح العامة للمواطنين خصوصا نحن نصدمنا اليوم بتقرير لوزارة التخطيط باستبيان أخير أن نسبة الفقر كانت 2018 20% زادت 11% صارت 31% أي ما يعني أن ما يقارب خمسة مليون مواطن عراقي هم تحت خط الفقر وهذه مأساة كبرى في بلد يطفو على بحر من النفط نحن اليوم أمام حالة للأسف الشديد فوضوية هناك من يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات طيب ألغينا نتائج الانتخابات شنو السيناريو اللي رح يصير أيضا فوضى فيه فوضى وهناك من يطالب بتصديق النتائج والمضي قدما بتشكيل حكومة سواء كانت هذه الحكومة توافقية أم حكومة أغلبية الحكومة التوافقية تبحث عنها الأطراف الخاسرة والتي اليوم تخرج مظاهرات في الشارع الحكومة الأغلبية تبحث عنها الأطراف الفائزة ولن تتنازل عنها وهذا كان واضحا وصريحا في جميع ما تحدثت به الكتلة الصدرية فهل سترضي الكتلة الصدرية الكتلة الخاسرة ونمضي نحو حكومة أغلبية أم نحن أمام فوضى عارمة سأناقش هذا الملف وملفات أخرى مع ضيفي الأستاذ عمر الناصر الباحث في الشأن السياسي من بغداد أستاذ عمر مرحبا بيك وحياك الله مرحبا أستاذ مددد تحية مسائل إليك وشكرا جزيلا على الاستضافة حياك الله مرحبا بيك وعندنا ضيفة أخر أيضا ننتظر من عمان يجي وما يجاوب على التليفون ما أعرف الغايب عذراوية ما أعرف في مشكلة الضيوف حياك الله أستاذ عمر ومرحبا بيك نحن الآن نبحث عن حكومة وطنية من 2003 إلى الآن السؤال الأهم برأيك من 2003 إلى اليوم مرينا فعلا بحكومة وطنية طيب إذا ما في حال ما مرينا بحكومة وطنية شنو القادم ممكن هذه الخلافات وهذه الاجتماعات للكتل ستنتج حكومة وطنية تفضل شكرا جزيلا أستاذ مقداد تحية مسائية مجددا وأشكر لطفك على هذه المقدمة بالحقيقة اليوم مثل ما تعرف الكتل السياسية لحد هذه اللحظة ومنذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة ما أنتجت لنا أي حكومة تنبثق من رحم الجماهير من رحم الواقع للأسف الشديد الكثير من الأحزاب القابضة على السلطة اليوم هي تتسلم مقاليد الحكم وهناك عملية تبادل للأدوار بين سين وصاد وعين من الأحزاب أو شخصيات سياسية ولكن هل ستكون هذه الانتخابات ونتاج الانتخابات هي نقطة محورية ومفصلية في تحول العملية السياسية أو في رسم خارطة جديدة للتحول الديمقراطي الذي بني بعد عام 2003 هذا ما راح يحدد شكل التوافقات السياسية أو شكل النتاج التي سوف يتم المصادقة عليها بعد تصديق المحكمة الاتحادية ولكن الشيء المهم اليوم نرى أن العملية التدخل المباشر وغير المباشر بشأن الداخل العراقي هو هذا من أهم الأسباب التي تعصف بالعملية السياسية ولذلك نقول لن توجد هناك أي توافقات حتى وإن كانت على أساس محاصصاتي إذا لم يكن هناك إرضاء للدول الأقليمية التي لها شأن ودور كبير في خلط الأوراق وخلط الأوراق السياسية الموجودة على أرض الواقع وبنفس الوقت اليوم لا زالت هناك بعض الدول الأقليمية تسعى إلى إعادة لملمة شكل النظام السياسي في العراق الذي بني على أساس محاصصاتي ومكوناتي ولذلك ستجد هناك في الأيام القادمة أصوات تنادي بإعادة لملمة البيت الشيعي والبيت السني والبيت الكردي على أساس أن هذه هي مظلومية الجماهير بعيدا عن كل المسميات التي تذهبنا إلى دولة المواطنة ومبدأ بناء دولة المؤسسات جميل أستاذ عمر بناء البيت أو توحيد البيت الشيعي ربما كانت هذه مهمة قاعاني عندما وصل إلى بغداد قبل أيام ولملمة البيت الكردي خصوصا نحن نعرف أكو خلاف واضح داخل البيت الكردي بخصوصا الاتحاد أيضا سافر قاعاني إلى السليمانية لحل حالة هذا الموضوع من سيوحد البيت السني الشرخ داخل البيت السني كبير سأبدأ معك من حيث انتهيت من البيت السني تمام اليوم البيت السني لن يحتاج إلى لملمة ولكن توجد هناك عوامل إقليمية ودول إقليمية هي تسعى لأن تتدخل بشكل مباشر من أجل إعادة البيت السني ولكن وهذا ما أنتجتها الانتخابات الأخيرة وتدخلات بعض الدول التي الدول الإقليمية سواء كان المحور السعودي الإماراتي أو المحور السعود القطري التركي الإيراني ولكن نركز لنأخذ نظرة شاخصة ودقيقة على البيت الكردي والبيت الشيعي البيت الكردي اليوم هو سياسة ثابتة منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة اليوم البيت الكردي لديهم خلافات ولديهم نوع من التجاذبات السياسية في الإقليم لكن عندما يتعلق الأمر بموضوع الإقليم كردستان وبغداد فهو قرار مصيري فلذلك ستكون هناك توحيد للرؤى وتكون هناك توحيد للأهداف وتوحيد للكلمة لكي تكون هناك كتلة كبيرة تواجه التحديات القادمة مع بغداد أما بخصوص البيت الشيعي البيت الشيعي اليوم الانتخابات أفرزت لنا كتلتين شيعيتين وهي كتلة السيد الصدر وكتلة السيد المالكي والإطار التنسيقي أنا باعتقادي هذه المرة أصبح هناك احتدام حقيقي بين كتلتين شيعيتين على عكس المرات السابقة لسبب بسيط أن اليوم السيد الصدر قد استخدم سياسة التلوح بالعصى الغليظة وهي أنه سوف يكون رئيس الوزراء القادم هو صدري قح ولذلك استنفرت جميع يعني شعبية التيار الصدري وذهب لصناديق الاقتراع وحقق يعني نسبة عالية من الأصوات ولكن في المقابل نرى تشكيل الخارطة السياسية في العراق بالوقت الحالي اليوم تذهب بوصلتها إلى موضوع تقسيم محاصصاته على أساس نسب متساوية على اعتبار أن اليوم السيد الحلبوسي وتحالف عزم تقريبا قد حسم الأمر بموضوع تحالفهم وقد أنتجوا تقريبا بين 68 إلى 70 مقعد ولذلك باعتقادي سوف يكون هناك تحدي جديد بالنسبة للكتل الشيعية الذي هو كيف بالإمكان أن يكون هناك توافق فيما بينهم من أجل عدم تمرير الأغلبية عدم تمرير موضوع تكون القسمة متساوية لأنه باعتقد أنه سيكون ثلث للتقدم وعزم وثلث للتحالف الكردستاني وثلث للكتل الشيعية هذا هو إحدى السيناريوهات التي سوف يكون وجودها وارد في المشهد السياسي خلي أرجع لك بما تحدثت به بخصوص التحالف السني بعدين أرجع لك على الكردي الكردي جرت العادة أنهم يذهبون مجتمعين إلى بغداد هذا ما جرت عليه العادة دائما لكن عندما أقف على السني هل هناك طرف دولي ضامن فعليا كما في التحالفات الباقية طرف دولي ضامن فعليا لتوحيد البيت السني ربما عزم يلتزم بالطرف الدولي بس ربما تقدم الطرف الدولي ما يقدر يملي عليه شيء أنا باعتقادي أنه اليوم تقدم هو جدا مرتاح من النتيجة التي قدمها بالانتخابات الماضية وهو لن يكون مضطر إلى أن يتحالف مع التحالف العزم لكون اليوم أصبح مع التحالف الكردستاني هم من يتقاسمون بيضة القبان بينما كان التحالف الكردستاني منذ عام 2003 لحد هذه اللحظة لحد الانتخابات الأخيرة هو المنفرد بهذه البيضة بينما اليوم أصبح هناك لونين لهذه البيضة القبان لون برتقالي حسب لون تقدم اللي هو الصفار واللون الأبيض بالنسبة للتحالف الكردستاني فأصبح هناك انقسام فهذا هو تغيير جديد على المشهد السياسي لكن موضوع التحالفات أرجع وأقول لا يوجد هناك شيء غير ممكن بالسياسة وصديق الأمس يصبح أدو اليوم أي بما معنى لا يوجد هناك صديق دائم أو عدو دائم لذلك أقول بالنسبة للتقدم اليوم هو لديه أولوية وغير مضطر للتحالف مع عزم حسب اعتقادي لكن سوف تكون هناك جهاد دولية ضاغطة لأخذ ضمانات معينة من أجل إعادة لملمة البيت السني في حال الاستمرار بعدم وجود توافق سياسي بين جميع الكتل السياسية القادم يحمل من السيناريوهات ما تكفي لأن يكون المشهد القادم هو يعني يستحق أن يقال له يعني مشهد متشضي في حال لم تنجح جميع الجهود والمبادرات بحل حالة الإسلام طيب ذكرت لي أن هناك احتدام بين الكتل الشيعية هذه النقطة أيضا مهمة جدا وأكو نقطة جانبية وهي عدم فوز حركة حقوق التي تمثل تيار شيعي معين وهذه الحركة البعض يقول أن التيارات الشيعية الكبيرة المهينة على المشهد السياسي منذ 17 سنة أو 18 سنة لا تريد لمثل هذه التيارات أن تتصدر الانتخابات خوفا من هيمنتها ولا تريد حتى المستقلين الشيعة أن يتصدروا الانتخابات ويكونوا قوائم قوية على حسابهم شنو رأيك؟ أنا باعتقادي أنه مثل هذا الكلام يعني هو شيء مبالغ به واليوم النتاج الانتخابات لحد هذه اللحظة لم تظهر ولم تصدق عليها المحكمة الاتحادية ولذلك أقول لا زال الوقت مبكر لكل هذه التحليلات أو الأقاويل التي تداول في مواقع التواصل الاجتماعي وأنا باعتقادي توحيد الرؤى وتحويد البرامج السياسية هي سوف تكون الأقرب إلى التنفيذ ولكن لا يجد هناك شيء مستبعد وبالإمكان قد أن تكون هناك تغييرات جديدة في حال خرجت نتائج الطعون المقدمة لا زال الوقت مبكرا لهذا الموضوع نعم لكن أربعين مستقل في جنوب العراق أيضا هذه كتلة أكثر من الفتح وأكثر من دولة القانون متوامل الانتخابات أفرزت لنا تغيير طفيف وهذا الذي تكلمنا عنه في كثير من المحافل وكثير من الأوقات واللقاءات التلفزيونية قبل مجل الانتخابات نعم اليوم أفرزتنا الانتخابات تغيير وهو صعود المستقلين بـ 20 مقعد بالإضافة إلى وجود لون جديد من حراك تشرين وهو امتداد بالإضافة إلى إشراقة كانون بـ 6 مقاعد وابتداد بـ 9 مقاعد بالإضافة إلى مستقلين آخرين لذلك أقول كان من الخطأ الشديد الذي قد حدث في العملية الانتخابية هو مقاطعة الأغلبية الصامتة من المستقلين ومن جمهور هذه الكتل الفائزة وعزفهم عن الانتخابات بسبب وصولهم إلى درجة من الإحباط وخيبة الأمل التي دفعتهم إلى هذا الموضوع ولكن للأسف فات الوقت والآن لدينا تغيير طفيف وباعتقادي أنهم سوف يشكلون كتلة جيدة داخل قبة البرلمان حتى وأن لم تغير شيء فسوف تكون هناك رقابة خشنة من قبلهم وتكون بمثابة ستشنة خاصة خلينا نتكلم بالمعنى العامي ولكن مع ذلك لا يستبعد أن تكون هناك تحالفات وتكون هناك تغيرات أخرى في المرحلة القادمة طيب قبل أن أنتقلك لملف الإطار التنسيقي وغيرهم شون تشوف لي سيناريو القادم في تشكيل الحكومة يعني أكو عدة سيناريوهات لو هو سيناريو واحد ندى باتجاه الصدر حلبوسي برزاني لو أكو عدة سيناريوهات ببارك حكومة أغلبية أم توافقية إذا بقيت الدول الإقليمية تدفع باتجاه تشكيل البيت الشيعي والبيت السني والبيت الكردي فلن يكون هناك أي تغيير بالمشهد السياسي القادم هذا أحد السيناريوهات طيب فقط في دخول ممثلي الحركات الاحتجاجية والمستقلين إلى داقل قبة البرلمان وذلك سوف يكون نوع من التغيير السيناريو الآخر قد يكون هناك توافق أو نوع من إرضاء الكتل السياسية الخاسرة على سبيل التي شعرت بالغبن والجور من نتائج الانتخابات من أجل إيجاد مرشح توافقي لرئاسة الوزراء مع بقاء تمثيل جميع الكتل السياسية بإعطاهم مناصب ووزارات مرضية وهذا أيضا يجعلنا نرجع إلى مشهد عام 2003 والمحاصصة السياسية والسيناريو الأخير وهو حكومة أغلبية سواء أغلبية شيعية أو أغلبية مثلا سنية وتكون هناك بالتوافق مع الطرف الكردي لغرض تحقيق الأغلبية السياسية وتشكيل وكابنة وزارية جديدة تمام الرئاسات الثلاث والولاية الثانية شنو رأيك بيها شنو قرأتك لها بصراحة اليوم لا يمكن أن تكون هناك أي تكهنات وأي تحليلات إلا بعد خروج نتاج الانتخابات بشيء مرضي للجميع لذلك أقول قد تكون هناك بقاء للسيد برهم صالح في حال تم هناك توافقات مع الأطراف الأخرى ولا يستبعد أن يكون رئيس الوزراء غير سيد مصطفى الكاظمي الاعتبار بأنه بالأون الأخير الدولة وسائل التواصل الاجتماعي بأنه من الأولوية أن لا يكون هناك تجديد لولاية ثانية لسيد مصطفى الكاظمي طيب والسيد الحلبوسي السيد الحلبوسي اليوم يعني ما زال يترقب ما زالت لديه يعني ما زال لديه الوقت الكافي لرسم خارطة التحالفات القادمة على الاعتبار اليوم هو يعني في كل الانتخابات تكون هناك هرولة لأربيل أما اليوم أصبحت يعني التحركات المكوكية هي باتجاه الطرف السني أكثر من الطرف الكردي هذا ما لمسناه لذلك سوف يعني طرف السيد الحلبوسي سوف يكون فيه مأمن من النتائج القادمة وسوف يرى من هي الكتلة التي سوف تلبي طموحه بيعني نوع من المنجزات أو المكتسبات التي يعني هو سوف يكون لها يفكر بها أنا ذاك سوف يحدد موقفه من بوصلة التحالفات نعم أنت ذكرت اليوم أكثر من مرة بأنه إلى الآن النتيجة من بينه لا توجد نتائج قاطعة للانتخابات يعني كأنما تلوح إلى أن ليس هناك بت في أمر الانتخابات هل أنت تعول كثيرا على بيان اجتماع الإطار التنسيقي بالرئاسات الثلاث قبل يومين لو وين تحديدا؟ ومو أمكانية الغاء النتائج؟ يعني موضوع الغاء النتائج هي ضرب من ضروب الخيال باعتقادي لكن اليوم لن يكون حسب رأي لن يكون هناك تصديق نتائج حقيقي إلا بعد لملمة وجميع الملفات العالقة بين الإطار التنسيقي وبقية الأطراف لذلك سوف تكون هناك خروج بنتائج حقيقية بشكل متوازي يعني بنفس الوقت النتائج التي سوف يتفق عليها الإطار التنسيقي مع نتائج الانتخابات تظهر بشكل واحد بوقت واحد وعلى أثر هذا الشيء سوف تكون هناك لن تكون هناك أي تصعيد ولن يكون هناك أي نوع من التجادبات لكون الموضوع سوف يحل سياسيا بالحوار والطرق السلمية طيب أنت مقتنع بنتائج الانتخابات؟ يعني بكل صراحة مقتنع بنتائج الانتخابات؟ لولا هل فعلا الانتخابات شابه التزوير فعليا؟ يعني خلينا نتكلم بلغة الأرقام طيب اليوم لدينا مثلا على سبيل المثال اليوم لدينا بما يعادل 150 إلى 160 ألف مقاتل من جمهور الحشد على سبيل المثال وهذا الأرقام التي تتكلم وليس أنا كل هؤلاء المقاتلين لديهم جمهور كبير ولديهم جمهور أيضا محتكر وبالإمكان أن نرى يعني بمعادلة بسيطة قد تكون العملية الحسابية يعني صحيحة أو خطأ يعني على الأقل أنه كانت تفرز مثل هذه النتائج هي أكثر من عشر مقاعد بالإضافة إلى أنه كل مقاتل من مقاتل الحشد لديه يعني يعني ثلاث بالغين في الأسرة يعني هذا أيضا سوف يكون هو لديه يعني نوع من رفع هذه المقاعدة التي آلت إليها لتاج الانتخابات ولكن بصورة عامة من الناحية الفنية كانت الانتخابات صارت بسلاسة وكانت جيدة باعتقادي وبنفس الوقت لن يكون هناك نوع من الخروقات التي عفوا ترتقي إلى الخروقات الحمراء أو الطعون الحمراء إلا يمكن واحدة أو اثنين يعني حسب ما أخبرني بعض الزملاء المحلين السياسيين ولكن بكل الأحوال العملية السياسية اليوم فيها الخاسر وفيها الرابح ومن يشعر بالغبن ومن يشعر بالظلم بلا شك له القدرة على الطعم بنتائج الانتخابات ولكن في المشهد السياسي لدينا توجد كثير من التعقيدات وتوجد هناك سيادة منقوصة وضعف كبير في تمكين السيادة العراقية ذلك أقول على الشركاء والفرقاء السياسيين لم لمت البيت العراقي على أقل تقدير طيب أنت بهذه الحالة معناها متظاهروا الإطار ليس لهم الحق بالتظاهر إذا كانت الانتخابات بهذه النزاهة التي تحدثت عنها أنا تكلمت عن الناحية الفنية ولم أتكلم عن ناحية الجودة الناحية الفنية وسلاسة وانسيابية الانتخابات كانت هي جيدة جدا وأنا تجودت بكتر من مركز انتخابي في يوم الانتخابات وكانت تسير بصورة سلسة ولكن بنفس الوقت كان هناك عزوف كبير وكان هناك مقاطعة كبيرة من الكثير من الناخبين وهذا الذي رأيته حقيقة نعم طيب هناك دعوات واضحة لموضوع فض هذه الاحتصامات والذهاب نحو حل حلة هذا الموضوع والسيد العامري في بيان إلى أمس وجه به أنه الاتجاه نحو التهدئة والابتعاد عن التصعيد أولا هذا الحل الأسلم ثانيا أليس هذه فعلا تضحية بالدماء اللي سادت من أجل هذه الانتخابات أو الرفض نتاج الانتخابات مؤكو ناس ان قتلوا فضل الحل الأسلم والأنسب في الوقت الحالي هو ضبط النفس والذهاب إلى لغة الحكمة والعقل والدفع باتجاه التهدئة بلا شك هذا هو الخيار السليم لأنه اليوم جميع الحروب التي تشهدها دول العالم بالنهاية تنتهي إلى مفاوضات فكان الأولى منذ البداية أن يكون هناك دفع للغة الحوار والمفاوضات من أجل الاستغناء عن إراقة الدماء وبلا شك سقطوا شهداء بهذه المظاهرات وفي مظاهرات تشرين أيضا سقطوا شهداء ولحد هذه اللحظة لم تخرج اللجنة التحقيقية التي شكلها سيد مصطفى الكاظمي بنتائج مرضية للشارع العراقي لذلك أقول لغة التهدئة اليوم ضرورية جدا والتعايش السلمي وضبط النفس هو من أهم الأولويات ومن ركائز بناء الدولة المدنية الحديثة لذلك لا يوجد هناك أي نوع من الإخفاقات إذا كانت هناك لغة حوار حقيقية بين الشركاء في العملية السياسية نعم طيب بهذه الحالة اليوم سيتجه الإطار نحو التهدئة فعليا وضبط النفس وحل هذه التظاهرات حسا علاقة خلنخلص من الزحمة مع البغداد أنت في بغداد يمكن أن تشوف الازدحامات كفية قاتلة حتى المواطن ظل يتذمر من يوصل يريد يطلع مشوار ما يقدر لأنه الزحمة يعني فضيعة هذا موضوع الازدحامات هو موضوع آخر بصراحة الأهم من ذلك كله أن تكون هناك نتائج مرضية للمتظاهرين الذين يشعرون بوجود ظلم على نتائج الانتخابات وبنفس الوقت توجد هناك طبقات من المجتمع ذهبت إلى صناديق الاقتراع وصوتت لمرشحيهم وما زالوا هم يؤنبون أو يعطون نوع من الأصوات العالية للمرشحين الذين خسروا بالانتخابات كيف نرضيهم أستاذ عمر؟ أعتقد من هذا الأولى أن تأخذ الحكومة بنظر الموضوعية بنظر بنتائج الانتخابات والخروج بنتائج مرضية من أجل لملمة الشارع وتهدئته وضبط النفس بصورة الله شلون نرضيهم؟ هنا السؤال الأهم أستاذ عمر شون نرضيهم؟ ما يرضون؟ لو تعيد العدو الفرزي اليدوي وهذا يأخذني طولنا شهرين ثلاثة لو تلغي انتخابات وهذا بقرار محكمة انتحادية شون أرضيهم أنا؟ يعني موضوع إعادة الانتخابات ذكرت لك هو ضرب من بروب الخيال ولن يكون هناك إعادة الانتخابات حسب اعتقادي لكن اليوم لدى هذه الجماهير هم مرشحين وهؤلاء المرشحين هم من يتكلمون بالنيابة عن هؤلاء الناخبين ومهمة الكتل السياسية جميعا أن يكون لديها تضافر جهود وأن تكون لديها لغة حوار حقيقي نابعة من صميم المعاناة وأن لغة التصعيد ولغة التصغيط والاتهام هي سياسة مستهلكة ولذلك أقول اليوم علينا جميعا وحتى من ضمن ذلك يكون الإعلام أن يكون له دور في تخفيف وطأة وحدة الاحتدام وعليه بإرسال رسائل إيجابية للشارع العراقي وعدم المشاركة في التصعيد لأن هذه المرحلة هي مرحلة خطرة وحساسة وينبغي لملمة البيت العراقي لأن القادم هو نفق مظلم وحتى لا توجد هناك أي إنارة في داخله نعم إذن أنت يعني ربما يجب أن نجعل الشهداء الذين سقطوا على بوابة الخضراء يجب أن نجعلهم نواة لولادة مشروع وطني يخمض هذه الفتنة متمام؟ وليس نذهب بالاتجاه الآخر للحفاظ على البلد على الأقل في هذه المرحلة يعني يكفي أن يكون شهداء تشرين ويكفي أن يكون شهداء التظاهرات الأخيرة أمام بوابة المنطقة الخضراء هو خير مثال وخير حجة على السياسيين بأن يكون لهم الكلمة الفصل وأن تكون لهم الإرادة السياسية الحقيقية من أجل خلق دولة مؤسسات قادرة على انتشال الوضع العراقي المزري وكنت أتمنى أن يكون هناك خروج من شرنقة التبعية السياسية للدول الإقليمية وأن نبني جدار عالي وأن نكتب على نقفل الحدود ونكتب نعتذر عن استقبال الضيوف في المرحلة القادمة لأننا منشغلين ببناء وطننا ولكن للأسف الشديد مثل هذا الشيء هو يعني بعيد على الواقع في الوقت الحالي ولا زال هناك وقت لدينا من أجل أن نرى في حال هل ستكون هناك نتائج مرضية وسوف يكون هناك لملمة لشمل البيت العراقي أم لا طيب عندي سؤال مهم جداً وهذا ربما يدور في خلط كل عراقي يقول لك ليش التظاهرات والاعتصامات اليوم على أبواب الخضراء شنو علاقة المنطقة الخضراء في نتائج الانتخابات هل المنطقة الخضراء هي مفوضية انتخابات مثلاً شنو علاقتها وإحنا مبارحة نشوف أكو كان تهديدات باقتحام بوابة الخضراء من جهة وزارة التخطيط يعني هي الحركات الاحتجاجية جميعها تتوجه بالعادة إلى مقر الحكومة حتى في الدول المتقدمة تتوجه جميع المظاهرات وجميع الاحتجاجات نحو مقر الحكومة بلا شك يعني هذه الاحتجاجات هي من أجل إيصال صوت بصورة أوضح ومن أجل أن تكون هناك جدية بالتعامل يعني مثلاً كان هناك أيضاً في المرحلة الماضية أيضاً كان هناك ثوار تشرين في ساحة التحرير وكان هناك محاولات لدخول منطقة الخضراء وإلى ما شابه وهذا من البديهة نرى مثل هذه التحركات في جميع الدول الديمقراطية طيب جميل خلينا انتقلك للملف الأخير كيف تقرأ عملية الاستهداف الواضحة للدولة العراقية نقول الدولة العراقية يعني سيد الكاظمي هو اليوم يمثل الدولة العراقية كيف تقرأ من يقف خلف هذا الموضوع دائماً الشؤال المهم الذي يتكرر الكل استنكر إذن من يقف خلف هذا الموضوع السيد الكاظمي في كلمته ذكر قتلت الشهيد ضابط المخابرات فرمان وهذا ربما يوحينا بربط واضح مع أنه قتلت الشهيد فرمان هم نفسهم اللي استهدفوا السيد الكاظمي بطائرات مسيرة شلون تقرأ الحادث تفضل يعني هناك الكثير من الفرضيات نعم وأحد الفرضيات التي يعني هي موجودة أيضاً هو وجود أيضاً طرف ثالث طيب حسب ما ذكر أيضاً شيخ قيس الخزعلي طيب وهناك أيضاً نفس الجهات مثل ما ذكر سيد مصطفى الكاظمي أنه نفس الجهات التي نفذت يعني الجميع مثلاً الاغتيالات السابقة منهم الشهيد فرمان أو غيرها هي قد يكون لها يعني دور بهذا الاستهداف ولكن للأسف شديد لا يمكن التكهن في الوقت الحالي ولا يمكن أن نذهب باتجاه وتوجيه أصابيع اتهام لجهة معينة إلا بعد الخروج من نتائج حقيقية وواقعية من قبل اللجنة التحقيقية عن الجهة المسببة لذلك أقول هو ثلاث ثلاث فراضي عملية الاستهداف كانت هو ليست لشخص مصطفى الكاظمي نعم نعم فقط أكمل هذه النقطة إذا ممكن فضل اليوم لم يكن فقط هو استهداف لسيد مصطفى الكاظمي بل هو استهداف لرمز الدولة وهذا هو تطور خطير باعتقادي اليوم استهدفوا العملية السياسية برمتها اليوم هذا إثبات ودليل قاطع على أن مقر الحكومة العراقية في داخل المنطقة الخضراء ويعني قد تعرض لهذا التهديد المباشر أنا أعتقد هذا التطور يحتاج لوقفه ويحتاج إلى إعادة ومراجعة حقيقية لجميع الخطط التي وضعت بالأخص أن هناك إرهاب لا زال يضرب العمق العراقي بقوة ولا زال تنظيم داعش لم ينتهي بصورة نهائية من أرض العراق فلذلك أقول هناك تحديات إقليمية وعوامل ومحددات تجعلنا اليوم أن نذهب باتجاه التهديئة ولا أن ننجر إلى لغة العنف وإثارة الفتنة لأنها سوف تكون وبال على الشعب العراقي وسوف يكون هناك لن يكون هناك حل يلوح في نهاية النفط نعم الحديث الأمريكي عن اغتيال السيد الكاظم المحاولة الاغتيال الفاشلة كانت واضحة جدا وذكروا أن يحتفظون بحق الرد على محاولة اغتيال السيد الكاظمي برأيك هل ممكن أن تكبر كرة الثلج هذه وتذهب أمريكا إلى تحقيق دولي ومحققين دوليين في عملية الاغتيال على غرار ما حدث في قضية الحريري لتجريم أشخاص معينين أو لتجريم الحشد تحديدا لهذا مستبعد الأمور اليوم هذه كل تصريحات التي أدلت بها القيادة الأمريكية باعتباري أو الإدارة الأمريكية هي موجهة وموجهة لاتهام طرف من الأطراف التي موجودة في الداخل العراقي ومنها محاولتهم لاتهام الحشد بهذا الموضوع لأن هناك محاولات كثيرة من أجل تفتيت الحشد وهذا هو أحد الخطط الأمريكية الإسرائيلية بهذا الاتجاه لهذا السبب أقول أعتقد أن هذا هو الكلام مستهلك ولكن الوضع العراقي هو يختلف بصورتها مع الوضع اللبناني لكون أنه اليوم الوضع اللبناني لا يوجد هناك تدخلات كثيرة من قبل دول إقليمية كثيرة لكون المشهد واضح هناك تقريبا ولكن الوضع العراقي اليوم توجد به دول تدخلات الدول الإقليمية هي واضحة وبصماتهم واضحة منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة وعليه اليوم للأسف الشديد نحتاج إلى مفاوض حقيقي لكون العملية السياسية والأحزاب السياسية منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة لم يستطيعوا أن ينتجوا لنا ثلاث مفاوضين حقيقيين بإمكانهم أن يحسموا جولات المفاوضات قبل بدأها فأنا لدي هذه الرؤية ولا أعتقد أن في المرحلة القادمة أيضا سوف يكون للكتل السياسية إمكانية بإخراج مفاوض حقيقي من أجل أن يكون هو اللاعب الأساسي في السياسة الخارجية العراقية طيب جميل خلينا نسألك سؤال أخير لحديث في صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها تقول أن محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر الأحد قد جاءت بنتائج عكسية لما كان يخطط لها المنفذون بحرمانه من دورة ثانية حيث أنها جعلت من فرصة توليه دورة رئاسية أخرى أمرا يكاد أن يكون مؤكدا شين رأيك بهذا الكلام أنا ذكرت لك سابقا اليوم العراق يعني أو العملية السياسية هي مبنية على مبدأ المتغيرات وليس مبدأ الثوابت لكون الوضع السياسي اليوم هو يخضع لإرادات الدول الإقليمية والدول الخارجية وكل شيء في الوقت الحالي هو يعني وارد وكل السيناريوهات اليوم هي واردة وموضوع أن يكون هناك عادة لتدوير سيد مصطفى الكاظمي لولاية ثانية لن يكون إلا بتوافق الدول التي لها مصلحة بشأن العراقي وأنا باعتقادي أنه السيد الكاظمي في المرحلة المقبلة المرحلة المقبلة سوف يكون هناك لديه يعني مهمة أصعب على الاعتبار أنه الدورة الثانية أو الولاية الثانية سوف تكون له تحديات منها تحديات خدمات وإعمار والقضاء على ملفات الفساد وإلى ما شابه التي تجمعت من عام 2003 ولحد هذه اللحظة لن تكون هي سهلة مهمة سيد مصطفى الكاظمي ولكن هي مهمة ليست مستحيلة نعم طيب يعني الولاية الثانية ليست ببعيدة وليست بالقريبة هذا سيعتمد على المتغيرات في العملية السياسية وفي قادم الأيام تحديدا تمام بالضبط يعني أنا ذكرت لا يوجد هناك صديق دائم ولا عدو دائم في السياسة كل شيء اليوم هو يعني مطروح على أرض الواقع وقد يكون هناك شخصية أخرى ستظهر إلى المشهد السياسي قريبا تكون هي يعني نوعا ما منافسة لسيد مصطفى الكاظمي وكل ذلك أستاذ عمار عملية التوافقات التي سوف تأتي بعد نتائج الانتخابات تعرفها هذه الشخصية يعني في الحقيقة يعني هناك كثير من يتداول شخصية السيد أسعد العيداني نعم محافظ البصرة طيب وأنا بصورة شخصية يعني لم أتأكد من هذا الكلام ولكن حسب ما تم تداوله من قبل بعض يعني الشخصيات بأنه سيد أسعد العيداني هو سوف يعاد طرح اسمه من جديد نعم وأيضا السيد حيدر العبادي حظوظه بتصاعد خلال هذه الأيام حسب أيضا ما وردنا شكرا الأستاذ عمر الناصر الباحث في الشيء السياسي كنت معي ضيفا عزيزا من بغداد شكرا جزيلا لك وشكرا لحضورك أيضا شكرا جزيلا وأنتم أحبتي شكرا لكم على حسن المتابعة باسمكم أشكر الأستاذ عمر الناصر البحث للشيء السياسي أنتم نراكم غدا ها هو مقداد الأحمداني أترككم بحفظ الله ورعايته في أمان الله شكرا لكم